أهلا بكم مجددا تبدأ اليوم الأربع عطلة عيد العمال التي تستمر لخمسة أيام في الصين قد توقعت وزارة النقل في البلاد 270 مليون رحلة يومية عبر وسائل النقل الخاصة والعامة خلال العطلة ومن المتوقع أن تتعامل شبكة السكك الحديدية الصينية مع 144 مليون رحلة ركاب خلال ذروة السفر في العطلة كما من المتوقع أن يكون الأول من مايو هو يوم الذروة مع ما يقرب من 21 مليون رحلة متوقعة كما من المتوقع أيضا أن يبلغ عدد السياح إلى الخارج أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا في الأول من مايو فقد تم حجز ما يقرب من 110 ألاف رحلة طيران خارجية ما يمثل زيادة بأكثر من 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما يقرب منه